معروف ان الكمون من الاعشاب اللي ليها فوائد صحية للجسم ولكن هل الكمون لي دور في التخسيس وانقاص الوزن ده اللي هنعرف في الفيديو النهاردة يالله بينا السلام عليكم معكم دكتور احمد هيكل برحب بيكم في الفيديو جديد الكمون ليه فوائد كتيرة زي انه هو بيحسن من عملية الهاضم وبيساعد على افراز الانزيمات الهاضمة تاني حاجة من فوائده وانه هو غني بالمعادن زي الحديد الكمون معلقة واحدة منه بس فيها واحد واربعة من عشرة ميلي جرام حديد فالناس اللي عندها انيميا حديد يفضل انه هم ما يشربوش القهوة او الشاي بعد الاكل مباشرة ممكن تشربهم مثلا بعد ساعة من الاكل او تحاول قدر الامكان تستبدل المشروبات دي بمشروب الكمون هيفرق معك جدا تالت حاجة من فوائده انه هو مهم جدا لمرضى السكر ومرضى ارتفاع الكوليستيرول الدار رابح حاجة انه هو في مضادات اكسدا فبيقلل الالتهابات في الجسم عموما وخامس واخر حاجة انه هو ليه دور مهم جدا في التخسيس وانقاص الوزن ففي دراسات كتير اتعملت واسبتت ان هو ليه دور مهم جدا في التخسيص سواء ان انت تستعمل الكمون المطحون وتحطه على الزبادي او ان انت تستعمل الكمون المغلي كمشروب سواء استخدمت ده او استخدمت ده في دراسات كتير اتعملت عليهم الاتنين واسبتت ان ليهم دور مهم جدا في التخسيص وانقاص الوزن والكمون طبعا ما بيعملش يزبط reduction او تخسيص موضعي للدهون في منطقة معينة يعني مش معنى مثلا ان انت ما تشرب الكمون هيروح مثلا على الدهون بتاع البطن ويكسرها او يروح على دهون اللجناب ويكسرها الكمون بيزود من معدل الحرق بتاع الجسم عموما وبيقفل عندك الشهية وخصوصا لو اخدته قبل الوجبة بنص ساعة كمشروب فهو هيساعدك في تقليل الدهون في الجسم عموما ولكن مش هيعمل تخسيص موضعي لمنطقة معينة زيه زي تمرين البطن مبيعملش برضو تخسيص موضعي يعني مثلا ان انا اعمل تمرين بطن عشان انزل دهون البط الكلام دو مصحي خالص مفيش تمرين ولا وصفة معينة هتعمل تخسيص موضعي للدهون في منطقة معينة فاي وصفة او مشروب للحرق عشان يساعدك لازم الاول تكون ماشي على رجيم او نظام غذائي ففي الحالة دي الوصفات دي هتساعدك ولكن لو مش ماشي على نظام غذائي عمر ما الوصفات دي هتخسسك لان لو انت مش مضبط اكلك جسمك هيدخل له سعرات حرارية كتيرة وبالتالي الوصفات دي مش هتعمل لك اي حاجة طب ايه هي طريقة استخدام الكمون في انقاص الوزن هنستعملهم زي ما تعملوا في الابحاث اللي احنا لسا قيلين عليها من شوية هتستخدم الكمون كبزور ان انت تنقعها في ميا وده هتعمله في فترة الليل من خمس لست ساعات ومما تقوم الصبح هتغلي الكمون دوا وبعد كده تصفيه وممكن تأصر عليه لمونة وتشربه قبل الفطار على معده فضية او ممكن بطريقة تانية ان انت تستخدم الكمون المطحون وتحط منه معلقة على كوباية زبادي وتاخده بعد وجبة من الوجبات مثلا ففي كلتا الحالتين سواء هتاخد الكمون كمشروب او هتحطه على الزبادي لازم تكون ماشي على رجيم او مضبط الاكل بتاعتك وتكلمنا في سلسلة فيديوهات قبل كده عن انظمة غزائية للتخسيس بداية من نظام 1200 سعر هسيب ليكم لينكات الانظمة ديا تحت الفيديو دا يبقى هتمشي على الوصفات ديا مع النظام الغزائي اللي انت ماشي عليه وتوزن نفسك وتاخد مقاسات للوسط كل اسبوعين لحد ما توصل للوزن اللي انت عاوزه لو لقيت الموضوع فرق معاك وحسب بتغيير ما تنساش تعرفني في التعليقات تحت وبكده يكون موضوع النهاردة خلص اتمنى يكون استفدتم ما تنسوش اللايك للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل حاجة بنزلها اتمنى عليكم دوام الصحة والسلام عليكم